شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية سلسلة غارة على مدينة خان يونس جنوبية قطع غزة كما قامت بنسف منازل عدة وسط المدينة وشهدات تصاعد كثيف للدخان بالمدينة وذكرت مصادر فيلصانية أن قوات الاحتلال قصفت المنطقة الوسطى من القطاع مشيرة إلى تمركز القصف في مخيم النصيرات وتبع ذلك تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية في أجواء المخيم وفدت المصادر باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين في غارات نفذها تيران الاحتلال الاسرائيلية استهدفت منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة كما دمر تيران الاحتلال مسجد الفاروق في مخيم الشبورة بمدينة رفح